حول هذا الموضوع وأكثر ضمن التظاهرات الشعبية والتفاعل الدولي إذا أهي ينضم إلينا المحلل السياسي فواز الطيب مرحبا بك سيد الطيب إذن برأيك يمكن قد سمعت قبل قليل كان معنا عضو الديمقراطة الكردستاني قال بأن ملخص إحاطة السيدة جنين هنيس بلاس خارت في مجلس الأمن الدولي هذه الإحاطة ملخصها كان قد كشفت عورة العراق سواء تجاه الوضع السياسي في العراق الذي يوصف أحيانا بالضبابي أو على مستوى التظاهرات وكيفية التعامل معها هل تتفق مع هذا الطرح؟ بنسبة كبيرة أتفق مع طرح السيد محمود لقد تعاملت هيئة الأمم المتحدة عبر بلاس خارت مع العراق وكأنها دولة مارقة دولة تتعدى على شعبها على مواطنيها دولة غير منضبطة بالقوانين وحتى بالدستور العراقي نفسه تعاملت وتصرحت كثير من التصريحات بهذا الاتجاه وطالبت الحكومة العراقية بتحقيق مطالب شعبها من المتظاهرين طالبت الحكومة العراقية بالاقتصاص من القتلى والمجرمين من اللصوص من كل الاعتداءات التي تجري في العراق وهذا هو الإطار العام لكلمة بلاس خارت اليوم في هيئة الأمم المتحدة على ما يبدو سيد فواز الطيب على ما يبدو هذه الدعوات التي تنطلق بين الفينة والأخرى سواء من مجلس الأمن أو من الأمم المتحدة أو من أي هيئة سياسية دولية على ما يبدو لا تلقى أذانا صاغية من قبل القوى السياسية العراقية هل تتفق مع ذلك؟ الحكومة العراقية تتهرب من هذه المطالبات تتهرب من شعبها أولا قبل أن تتهرب من مطالبات الدولية بهذا الاتجاه وكل أفعال وسلوك المنظومة السياسية في العراق هو خارج مطالب المتظاهرين وخارج مطالب الشعب العراقي بصورة عامة لا أدري كيف يفكرون هؤلاء وهم يذهبون حقيقة إلى فوضى عارمة إلى فوضى لا تخدم إلا في تقاسم المغانم والمكاسم من دون تحقيق أي مطالب نعم يعني الكثير يتفق أو يتحدث عن أن هناك ثلاث سيناريوهات يمكن أن تتعامل بها القوى السياسية لاحتوى التظاهرات في العراق وهي إما الإبقاء على الوضع على ما هو عليه أو الركون لمطالب المتظاهرين أو الذهاب لأنصاف الحلول أيها ترجح برأيك هم يذهبون إلى أنصاف الحلول إلى الترقيع إلى إرضاء جزء معين من المطالب المتظاهرين هو هذا فعلهم لا يوجد منطق أيضا أن المنظومة السياسية مثلا تحل نفسها بنفسها نحتاج إلى ضغط كبير إلى عقلانية وموضوعية في التحامل مع هذا الموضوع وإلا ذهبنا إلى فوضى سائبة من قبل الآخرين يعني ربما يوم أمس قد شاهد العديد من الناشطين تناقلوا صورا لمنتسبي مكافحة الشغب أو ما يوصفون بالمندسين أحيانا هم يستعملون على ما يبدو أسلحة قاتلة لتفريق التظاهرات برأيك هل يمثل ذلك حالة الرضا أم العجز حيال ما يجري أقصد من قبل السياسيين هل هي حالة رضا أم هي حالة عجز سياسي بمشاهدة ما يجري وعدم تحمل المسؤولية بالمقابل لا هي حالة عجز بكل تأكيد لا يعرفون كيف يتصرفون مع شعبهم مع مواطنيهم كيف يرضونهم كيف يحققون لهم الحياة الكريمة ولهذا يتجهون إلى القمع والقتل والاعتقال والتغييب هذا سلاح ضعيف عندما يكون هو مسلح والآخر مسالم لا يحمل إلا كلمته التي يريد أن يقولها هذه هي المعادلة في العراق المنظومة السياسية إلى حد الآن ماذا تقدر توجه رسائل إلى المنظومة الأمنية في كيفية التعامل مع الشعب والمواطنين هناك حالات أخرى خارج المنظومة الرسمية هناك اعتداءات أيضا المنظومة السياسية متغافلة عنها ولهذا هناك ضغوط دولية وهناك ضغوط محلية ولكن المنظومة إلى حد الآن تعمل من خارج الصندوق وهذا ما يعول عليه الكثير وهو السلاح السائب وغير المسيطر عليه من قبل أجهزة الأمن المحلل السياسي كنت معنا سيد فوزة طيب من أربيل شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك